تحت عنوان شرح لقانون الانتخاب وكيفية ممارسة حق الانتخاب عقدت قبل ظهر اليوم ندوة صحفية في المركز الكاثولكي للأعلام شرح فيها مدير مكتب الأحصاء والتوثيق والخبير الانتخابي كمالف غالي حسنات ومساوئ القانون النسبي موضحا كيفية الاكتراع في الصندوق وقد شارك في هذه الندوة مدير المركز الكاثولكي للأعلام الخور عبد أبو كاسم في حضور عدد من الإعلاميين والمهتمين وفي كلمة مقتضبة له أعرب أبو كاسم عن أمله بأن تعالج الأزمات السياسية بعيدا عن الشارع في إشارة إلى ما حصل في الأيام القليلة الماضية مشيدا بحكمة الرئيسين عون وبره فإننا إذ نعرب عن أملنا بأن تعالج الأزمات السياسية بالطرق السياسية سيما ونحن في بلد ديمقراطي تحكمه حرية التعبير وإبداء الرأي من ضمن احترام الآخر واحترام فكره ونهجه لهذا فإننا نناشد جميع اللبنانيين من هذا المركز المركز الكاثوليكي للأعلام وندعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم وعدم السماح بأي شكل من الأشكال بالعودة إلى لغة السلاح والحديد والنار بدوره شرح الخبير الانتخابي كمالف غالي القانون الجديد وأهمية الاقتراع والخيارات وقال الألية المعتمدة في القانون الجديد الصيغة النسبية باللوائح المفتوحة مع صوت تفضلي وعتبة تمثيل تساوي الحاصل الانتخابي وعرض الظروف التي أدت إلى إكرار الصيغة النسبية قائلا إن لا تصنيف ثابتا للأنظمة الانتخابية فمن أصل 197 دولة يصعب إيجاد دولتين تعتمدان النظام الانتخابي نفسه في كل تفاصيله بدي أقول شغلي أنه أفيش ولا أنون ولا صيغة انتخابية بالعالم هدفت لحصل تمثيل الناس يعني فينا نعتبر دائما أنه أنون الانتخابات أو الصيغة الانتخابية بتعكس ميزان القوة يعني الأوي بيسوي شيء لمصلحته من هيك فيكن تكونوا أكيدين أنه المشرع أقوى من الناخب يعني الناس بينتخبوا ذات الشيء يغير الصيغة بتتغير النتائج الشيء المثالي الوحيد اللي بينعمل بزمن محدد وبمكان محدد لأهداف حددي وبيزبط هذا بيكون مثالي بس مش بيكون تمثيل ومثالي في الشيء تمثيل مثالي باللبنان نحن لجينا على قانون النسبي وأيامي زين قوة سمح أنه تكون هون يعني سؤال مين مستفيد من النسبي وشرح فغالي القانون لافتا إلى أن تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد أبقى على السمة الطائفية وانعدام التوازن التمثلي للناخبين كما في السابق معطياً أمثلة عملية على ذلك شارحاً بنود قانون الانتخاب الجديد من حيث الترشح ودعوة الهيئات الناخبة واعتماد اللوائح وكيفية احتساب النتائج وألية الاقتراع ثم الفرز وتعداد الأصوات والألية المعتمدة في فرز الأصوات ومن بعدها توزيع المقاعد على اللوائح بالإضافة إلى بنود متعلقة بصقف النفقات الانتخابية وختم مؤكداً أن النسبية ثقافة انتخابية مختلفة ويمكن أن تكون متناقضة بحسب التحالفات